وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر أيها النبي حين امتحن واختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالابتلاءات والتكاليف فأداها ووفاها وقام بها على خير وأكمل وجه قال الله عز وجل إني جاعلك إماما وقضوة للناس في التوحيد فيقتدون بك ويتبعون ملتك قال إبراهيم عليه السلام رب جعل بعض نسل أئمة فضلا منك وقرما وجودا فأجابه اللطيف الخبير لا ينال عهد الظالمين بل يناله من ذريتك الموحدون المحسنون الصابرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر